يا سيد مروان خليوني أختم لا تردعكم خونا هيدا أقف عد آخر عبارة للسيد عبد الساتر فعلا في هذه الحرب البعض عربيا وإسلاميا يتعامل بعقدة المذهبية مع محور المقاومة ويلغي عنه صفة المقاومة لأنه من هذا المذهب وذاك من هذا المذهب معقولة يعني فعلا هذا التوصيف الذي يقول به السيد عبد الساتر هو الذي يحكم أطرافهم كثيرة بالتعامل مع محور المقاومة بعد تحرير الجنوب بعام 2000 رفعت صور السيد نصر الله بكل بيوت الدول العربية وكل من جميع الطوائف بمن فيها الصنة والمسيحيين وحتى الأكراد ومن جميع الطوائف والدروز وخيرهم ولكن الممارسات التي تلت عام التحرير 2000 هي اللي وصلت لما وصلنا إليه اليوم بالإضافة إلى أيضا الممارسات النظام الإيراني في المنطقة يعني انتقلنا من بعد تحرير 2000 إلى اغتيال الرئيس الحريري هذه القامة الكبيرة التي تم اغتيالها ببيروت وأصدرت المحكمة الدولية اتهام لقيادات بحزب الله بأنهم هم من قابوا بعملية الاغتيال هذه جهة اثنين بعدين خطنا على موضوع بنتشهد عمليات الاغتيال والتصفيات بشوارع بيروت لقيادات ولمفكرين ولمسقفين وصولا إلى اجتياح بيروت واجتياح الجبل بسبعة أيار تحت عنوان حماية سلاح الإشارة لحزب الله اللي تبين أنه سلاح الإشارة بعدين كله دافع له حزب الله مشتريه من الإسرائيلي فللأسف لاحقا أيضا شفنا المجموعة كبيرة من الخلايا اللي تابع لحزب الله وتم توقيفها بمجموعة من الدول من خلية العبدالي بالكوات ما بعتقد الكوات قزت لبنان بأي شي ما بعتقد الكوات عم تفتري على حزب الله أو تفتري على لبنان بهيدا الموضوع تم توقيف خلية لحزب الله بالعبدالي اسمها خلية العبدالي كانت عم تحضر لتبجيرات بالكوات اثنين الممارسات القارد الداخل كذب وخضيب وفبرك لا يا إهاد، ليس كذب فيه غفيتم وحكمتهم بلي كذب وخضيب وخضيب وفبرك струмент ، أيضاً اضافلكent ورشانات المذهبية . ما تحول منخلي حدان يفهم علينا. فينا نقطع بعضه منخلي خدان يفهم علينا. فينا يعني ما تتفضل ما تتفضل فيه هذا فينا نقطع بعضه منخلي حدان يفهم علينا. هذا مش طريقة فيوار. احكيتو ما اقطعتك. ما راح اسكت. سيد عدي الساتر. سيد فيصل. لعنى انا هيدا الدور لقي له احكيتو اخلصك. هذا الكلام غير مقتور. هذا مش معظور لا لا. هيدى الصلبت اخلصت مننا أنه نحن ما نتصلبط عن الناس بكل شيء بسلاحه بالرأيه ما حدا بتصلبط فبالإضافة أيضا للممارسات المذهبية اللي قامت فيها إيران بالعراق وللاحتفال اللي صار من قبل إيران ومن قبل القوة والميليشيات التابعة لإيران بغض النظر إذا أنت معه لصدام حسان أو مش معه لصدام حسان فيك أنت وأنا من الناس اللي ضد الدكتاتوريات وضد ممارسات كان صدام حسان بالعراق ولكن تم تصوير الأمر كأنه انتصار للشيعة وللمحور الإيراني على صدام حسان وانتقام تاريخي لإيران بهذه اللحظة وأنا برجع أبأكد لك أنه صدام حسان حدا مجرم وقتل بالشعب العراقي يعني ما أم بخلط هول بس عم بحكي أنا ممارسات إيران كيف ظهرت الأمر بالمنطق بنروح لأكثر من هك دعم الميليشيات لإيران اللي تم من خلاله تحديد أمن المحرين بتحديد أم الصدق علينا أجي عم تستعرض الموضوع المذهبي بلش تسير الموضوع المذهبي عندما ذهبت جماعة 11 أيلول 11 سبتمبر هذا هذا بلش هونيك المذهبي وفاتوا الأمريكان على العراق والتنقصة شقول عليها إيران شقول عليها إيران فاتوا 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 عبر أجوال إيرانية ما تزيد Labor ما رح خليك تحكي يا أستاذ مروان يا سيد فيصل ماذا نستفاد ماذا ماذا نستفاد من كل هذا يا سادة يا كرام يا سادة يا كرام يا أستاذ مروان يا أستاذ فيصل يا سيد فيصل يا سيد مروان طيب اسمحوني أنا رجان اسمحوني أنا رجان يا أخوان أريد أختم رجان خلوني أختم يا شباب يا سادة يا سيد مروان خلوني أختم لا ترقاكم خوانا لعم تكشع عملاء رجان لكم عندكم لسال حسن داخل الله وشقيه يا سادة يعني أنا ما أقدر أختم ما أقدر أختم براي درنامج يا سيد يا سيد عبد السادة الرجان يا سيد مروان عنكم عملاء بعديا يا سادة رجان يعني خلوني أختم الحلقة لأنه هذا الحوار رجان رجان يعني سيد مروان الأمين من بيروت شكرا 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 جزيلا السيد فيصل عبد الساتر من بيروت شكرا جزيلا نعتذر منكم مشاهدي الكرام يعني احتدم السجال في نهاية الحلقة شكرا